ننظر الى الجبال بعين العز لنرتقي ونسير في الهضاء بشموخا رافعين الرأس تصطع شمس الحرية تدق رؤوسنا ليكبر فينا النصر ورفع اسم العراق عاليا نحن ابناءكم في القوات المسلحة درع العراق الحصين القوات الامنية كافة خدمة للوطن وحماية للمستقبل إداعة القوات المسلحة العراقية 92.0F ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مبارك لنا عيدا عيدا النصر ومبارك للرجال سنوات كتبها التاريخ والتاريخ لا يموت من الإداع Götele مسلحة العراقية اليوم لدينا حلقة خاصة من برنامج صدى القرار سيكون عنوانها الدور الحقيقي للإعلام في تحقيق النصر تحية لكم من جديد مني أنا رغد الحسني اشتركوا في القناة 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 حياكم الله سيادة العقيد اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 يعني قدرنا انوصل كثير من الحلول وايضا قدرت اكون ملهم الكثير من الاخوة اشتركوا في القناة السيادة العقيد السؤال الاخير احنا انتعبك لكن السؤال الاخير دور الاعلام العراقي في تحقيق النصر يعني باكثر من جهه كان هناك تعاون لكن هناك اشتراك في غرفة عمليات معينة اللي هي تنقل برايك يعني شلون كان دور الإعلام العراقي في تحقيق النصر طبعا هو النصر كان للإعلام العراقي لأن الإعلام العراقي كان متواجد له انتصر على الماكنة الإعلامية للعدو hacenتصر على الماكنة الإعلامية للعدو حتى للماكينات العالمية نحن چفنا كثير من الأخوان والزمراء الإعلاميين العرب والأجانب جاءوا وغطوا لكن كانوا ما يغطمت للشخص العراقي حذر هذا شي غير جيد لكن نحن كان عندنا غيره ودافئ إن هذا بلدنا نحاول نحرص قدر الإمكان في نقل الحقيقة في نقل البطولات لذلك شوفين تعرضنا إلى كثير أنا فقدت بصر وآخر فقد رجل علي محمود استشهد حمزة العبود استشهد علي الأنصاري كثير من الزملاء الله يرحمهم استشهده وحيدر المياحي وكثير من أجلهم تعرضوا إلى عصابات مرتضة علي جواد في الأمار الجزائري يعني كثير من الأسماء البارزة من أخواننا وخواتنا يجز أنت كنت موجودة في المعركة وشاهدتي وأيضا كان عليك دور في نقل المعارك وأعتقد أنت وكثير من زميلاتنا الله يرحمها العجيل والحب جانو أنت وكثير من الأخوات نعم سيادة العقيد والمراسل الحربي على العيداني كنت معنا ضيفا من خلال إذاعة القوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة شكرا لجنابك سيادة العقيد شكرا للإستحيات حيا كما إذن مستمعين لازلنا في حديث عن شباب توشحوا برأية العراق حاملين كاميراتهم في أماكن لا يسمعوا فيها غير أزيز الرصاص هناك حلقة خاصة عن صدى القرار اليوم في صدى القرار رح نمر على تفاصيل مهمة جدا دور الإعلام هو دور كبير موسع يحمل محاور عدة اليوم حديثنا عن خيرة من رصد الانتصارات ونقلها وخاطر وكان هو في الواجهة وفي المقدمة من ذاعة القوات المسلحة لازلنا مستمرين بعنكم نذهب لفاصل وبعدها هناك ضيف كريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دائما هم اصحاب نقل الخبر والمعلومة وكتابة الخبر اسلوب العمل بعد ان نضجت فكرة المراسل الحربي بدلا من العام 2014 يوم حلقتنا رح نركز بيها على هذه المهنة او هذه الطرق اللي شون انطلق من خلالها الشباب العراقي وحتى النساء العراقيات كان لهم مشاركات وكان لهم تواجد حاضر منهم من استشهد ومنهم من تواجد الى انتهاء المعارك اليوم لنا الفخر الكبير المرأة العراقية هي مشاركة بكل مكان وزمان لكن هذا الميدان هو ميدان خطير جدا ميدان المعارك هو ميدان معروف كون انت تكون داخل المعاركة لكن تكون حامل روحك على كفك اذا مستمعينا لازمنا متواصلين في صادق القرار معنا اتصال سلام عليكم عليكم السلام مساء الخير سترغد مساء الخير والعافية حياك الله وعلى المستمعين والمشاهدين على التواصل الاستماع هذه الهزاعة الكريمة الله يعزك نتعرف بجنابك انا وائل وياك وائل انا ساكن ببغداد بس لكن انا عسكري حاليا اداوم بغرب والانبار حياك الله يا وائل وعلى راسنا انت وكل الاخوة يعني الله يحفظك يا رب رحية لك اشكرش اشكرش انا صديق اذا عدام اخبرهم بالبرامج بصراحة مشرف بيقول اليوم وائل وجودك مهم احنا اليوم موضوعنا عن دور الاعلام في تحقيق النصر والدور الاهم اللي هو دوركم انتو الابطال اكيد الله يحميكم اكيد اكيد اهم ركيز بالنصر هو الاعلام لازم الاعلام اهم شيء الاعلام متواجد واعلام رصين ويعني بالمعركة الاعلام يهبط المعنويات ويصعد المعنويات فعلا هو الاعلام يتحكم فعلا يتحكم بالنصر يتحكم فعلا واليوم نستذكر شهداء ونستذكر اسما انت اكيد عندك اصدقاء اللي غادروا اللي تستذكر والله والله بصراحة يعني بصراحة لو ما نذكر يعني نقهروا بصراحة ما نقدر يعني حال واحد يضوج راح انا اخوة واصدقاء وحب وكثيرين بصراحة وكلهم اعزاج والله نعم اللهم يطيب ثراهم يا رب دائما ثمن النصر هو عظيم هو كوكب من الشهداء لكن احنا اليوم نختخر به انا القائد انا القائد ما لي استشهد يعني القائد ما للفرقة فرقة السابعة طبنا القائد ما لن نستشهد الله هم يطيب ثرا الله يرحمه الله هم يطيب ثرا القائد البطل محمد الكهو ايو والله حرامات اللي ترابطش بس أمر ربك بعد وهذا المعركة تتطلب الشهداء دائما هم فخر وفرح بجانب آخر نحن نحزن لكن نحن يوم نفتخر بيهم بيهم دائما يرتفع اسم الوطن عالي صحيح هذا العراق حوله رجال عظماء ويالله وصلوا هاي المرحلة واني نوبات لون نشاهد لون نستمع الحديث مثلا نصعد مثلا بالحافلات بداخل بغداد وهذا ويحشي هيت شو هيت شو ماشين هو يعني ما قابل على الوضعية بس هو الوضعية ما خلت تتحشي لو ما هاي الشهداء راحت يعني هواي أنا أنتقد بداخل إذا ما أريد أشاركهم نوبات ما أشاركهم بالحديث بس أنتقدهم هذا قاعد هو هنا ببيته وما يدري شكه ماكه ومؤمن ويطلع الصبح ويرجع ينامهم أرغد وهي العالم يعني ناس أبطال استشهدت وناس عظماء ورجال عظماء نعم يا الله عزيزينا اليوم نستذكر أيضا الأبطال الجرحة اللي إلى هذا اليوم هم حاملين أوسم الشرف لكن لهذا اليوم الإصابات وياهم ومرافقتهم اللي فقد جزء من جسده وضحى بي الوضع والله ستة بصراحة أنا من الناس أتحدث لك أنا رجال جريح نحن نفتخر بيك الله يعزك يا رب وشرف إلي وجودك بالبرنامج أنا طبعا من خلال لا والله أمانا مو مجاملة أشرف بيكم أشرف بيكم هذا أقل استحقاق هذا شيء معنوي وهذا استحقاقكم دافع معنوي هو دافع معنوي حال حال الإعلام أكيد وبعدين هاي ضاعتكم وضاعت القوات المسلحة وهي دائما باسمكم وإحنا اليوم أنا يوميا بصراحة بصراحة يوميا لم يطلع ليش عار مالبث مباشرة يعني أباوة على البرامج لأننا هناك التردد ماكو إن شاء الله لا هو موجود بغرب الأنبار ممكن إن شاء الله يوصل التردد الآخر لكن أهم شي تشوفون أنتم من خلال البث وهذا الأهم نشارك النوضات دائما نقبله البرنامج الصباحي أكيد إن شاء الله أنتم موجود وإنا وحاضر مو بس بالصباحي بكل البرامج وإحنا اليوم بخدمتكم إن شاء الله والله هسا فتحت التليفون لقيت أشعار لقيت بث مباشرة وقرأتها بصراحة الله يحفظك يا رب يبتنا شارك الجماعة إن شاء الله مو مشاركة أولى تعوني تغديت وما شربت شاي قلتك عوبت شاي وراء ما أشارك إحنا نشكرك يلا مو يوم النصر فإحنا لازم نحتفل إحنا نشكرك واحد أهلا والشاي تشربة يمنا إن شاء الله هي ذاعتكم إحنا بنها إحنا بالخدم إن شاء الله واحتذر على الأبطالة واحتذر على الأبطالة لا على راسنا حياك الله شكرا لك يا واعل حياك الله إذن مستمعينا نتخذ جانب إذا يسمح لي الزميل المخرج مخرجنا كل التحية للأبطال الجرحة يعني اليوم أفتخر لما أذكر جريح أفتخر لما أنقل معلومة أتخذ جريح كل التحية لكل أبطالنا الجرحة ومن ضمنه ما إحنا اليوم بكادرنا طبعا الزميل سراج تحية إلى هذا البطل وتحية لكل جريح عراقي تحية لخالد تحية لجرحة نفس ما ذكر سيد العقيد على العيداني هما يعني ما انقطعوا عن التواصل مع الناس وأصبحوا ملهمين ومؤثرين وأصبحوا ما بين الناس ويانا اتصال محمد العتاب يحياك الله مساء النصر الله يحفظك مساء النصر عليك فعلا يا محمد هو عيدنا عيد النصر عيدنا عيد كل العراقية مبارك لكم هذا النصر أكيد ويا ربي إن شاء الله نخضع على كل اللغهاب وكل الدواعج إن شاء الله وهذا يوم عظيم بالنسبة لنا اليوم نستخدم العراقيين فعلا يا محمد هو هذا يوم عظيم وإن شاء الله سنتحاضر وأكيد مشارك لأن اليوم إذا يبقى لنا وقت للبرنامج رح نتحدث عن المشاركات اللي هي من خلال يعني إعلامين أو صحفيين دخلوا نفسهم بجانب حلو اللي هو مواقع التواصل أصبحوا يشاركون لأخبار اللي تخص القوات الأمنية محمد هم كانت لك مشاركة بهذا الجانب؟ الحمد لله كانت مشاركتنا بالدعم اللوجستي هو الدعم اللوجستي المطلوب بالمعرفة المهم أنت اليوم أن ي Loreтов مثل اليوم من لساحة القتال ما تقدر لكنني اليوم من خلال عملك يكون نعم من خلال مثل أنت اليوم مثل تذهب لساحة القتال مثل تأذر مثل الأبطال القوات الأمنية مثل بالدعم لوجستي مثل الإحتياجات اللي يحتاجوني نعم هاي الصفح حلو تكون مثلا اليوم من خلال عملنا يكون من خلال مثلا اليوم مجموعة كمثل يقولك أنا أقدم مثل شيء القليل حتى أقدم الدعم للقوات الأمنية حتى يكون النصر جمع اليوم مفقط للقوات الأمنية المثل على سواته محمد اليوم محور الحلقة أكيد أنت دعم الحاضر وموجود برأيك المهم أنت اليوم كأعلامي محمد اليوم محورنا مهم جدا دور الآن بتحقيق النصر الإعلام تخطى نصف المعركة كون الإعلامي ما شاء الله حاضر نحن اليوم لي أن نحن كأعلاميين لكن نحن كانت إنا مشاركة كنا نشوفه بعيننا وننقل بالصوت بالصورة بكتابة الخبر فدور الإعلام العراقي دور الإعلام الحربي بهذا الجانب والله هو المحظوظ أوجه التساول حضرتك سترغد أنت من ذهبت لناك لصحة القتال وانت اليوم اللي نقلت الصورة الإيجابية اللي كانت الإعلام باقي الوقت اللي ما كان ينقل الصورة الحقيقية لكن أبطالنا المرافعين والصحفين اللي متنقلوا الصورة الإيجابية وشاركوا النصر يعني يوم أنا بريعي يشوف النصر الإعلام بريعي هو نصر كامل يعني يكون لأن نقلوا الصورة الحقيقية والنصر أتى اختلافين من أجب من المصدر الرئيسي المصدر الأكيد الإعلامين اللي مثل نقلوا الصورة الحقيقية اللي كانت مثل أعلام البعض المخوف العالم كان في ذاك الوقت مثل داعش كان ممكن 15 سنة و20 سنة ما تقدر مثل الصورة الأمنية تتوجب وتتخل لا ماكن ويقضون على داعش لكن أنتم بخلال قلمكم نقلت الحقيقة الجانية فأنا أحييكم كل إعلامي صحابي لي مثل نقل الصورة الحقيقية بساعة القدال أنا أشكرك يا محمد والله محييك يا غالي سلمك ووظفت شي فخر بالمناسبة مهم جدا أنت اليوم لما تعيش أيام وتستذكرها واليوم واجبك أن تأدي وتنقل المعلومة للمواطن وتشارك احتفال مهم اليوم حديثنا عن الدور الرئيسي والأساسي اللي الآن بتحقيق النصر هو حديث شامل ويمكن ما تكفي حلقة لكننا اليوم نوصل المهمة الأساسية والزملاء الإعلاميين والتحايا مسبوقة أكيد لزملان الشهداء اللي هم المراسلين والمصورين الشهداء اللي مبخلوا بأرواحهم للوطن أنا بغير أشوف أبالك اليوم النصر سبحان الله أبالك البارحة صار بصراحة أي ملكة أنه مرت سنوات فعلا نحن كل سنة نجدد العهد يعني وهذا اليوم نحتفل بكل مثل مو على حساب مثل اليوم دماء العراقي لكن المعركة تحتاج دماء بدماء القوات الأمنية تحرر المحافظات الغربية نحن نقوم مثل يوم نفتعد عن كلمة مثل الصعافية لكن مثل تحرر العراق مثل يونس بدماء الأبطال فهذه اليوم نحن نقول من خلال البغلان كما الرحمة والخلود لكل الشهداء ويا ربي الشعب الشفاء الجرح يكون وهذا وسام اليوم كل الشخص يتعرر مثل بالمعارش فيهون وسام اليه يكون نعم الانتين آخر ستة عرات والله أتكثر بعض الإعلامين من خلال الإدعاءات يعني الإدعاء يعني مثل مثل تنقل مثل من خلال البرنامج يكون الآذر مثل القوات الأمنية فهنا في ذات الوقت صراحة كنت أشارت يعني بالبرامج ليس تحفيزا للأبطال والقوات الأمنية في ذات الوقت يمكن مثل بيت شعر يكون أو مثل بالدعاء يكون هذا نستذكر مثل المعارك ونستذكر مثل البرامج الأمنية اللي كانت موازرة للقوات الأمنية هاي نحمد الله سبحانه وتعالى من أن نحن عايشين مثل بجال القوات الأمنية فعلا يا محمد ألف الحمد الأبطال الحجي الشعبي ذات الوقت في اخت الازي مثل اللي ما عدا كروة يروح لكن ذهب لساحة القتال حتى مثل يحمل الأرض والعرض والمقدسات فهاي اخت العزي صديقين لو مثل بغير بلد ما رح يصير سعلا نحن اليوم نفتخر عشتيدك يا محمد عشتيدك نعم لا العفو بالعكس أنا قاطعك لسبب لأن الكلام الحلو يتقاطع حتى نظيف عشتيدك يا محمد على النقاط الأساسية المهمة اليوم احنا قلت لك بالبرنامج مخصصين أجزاء ونقاط أساسية أبناء وأبطال الحج الشعبي يعني هم هم القوة الرديفة والقوة اللي التحقت بدون تدريب القوة اللي راحت يعني ممكن ما يحملون مبلغ بعين بجيبهم أو بمعنى ما كان عندهم تجهزات عسكرية أو أي شي لكن هم لبوا نداء الوطن ونداء الفتوى المباركة للمرجعية المباركة سترغي إذا سمحتين اخت العزيزة أنا عندي أحد منطقتني يعني فهي اليوم نفتخر نذكر الشهيد يكون اللي موليد 2000 واللي 99 هو اللي شاف من عمر حتى العزيزة فعلا بجلف النصر ببداية المعارك محمد فعلا هو يا شهداء قانو بهذا العمر ما شاف اليوم فهذا راح تكون ما شاف مثل اليوم ممكن مثل يكمل دراسة ممكن مثل اليوم يزوج بتحبية وان لكن شنو اختلازة بدأ روحها مثل شنو للوطن يعني يكون فهذا اختلازة اليوم نكون مثل نذكر مثل الشهداء لشباب هاي اختلازة مثل نقتل بيهم حتى شنو يقول لك أنا اليوم أوصر رسالة حتى لو مثل عمر يتغير لكن أنا حب مثل أوصر رسالة اليوم أنا أحفظ على بلدي يكون أحفظ على مقدساتي أحمي مثل عرضي اليوم فهي اختلازة والله ما عرف يعني اليوم أني يخلنا التعبير أمام هاي شهداء اللي مثل عمره صغير اختلازة كيف بعض الناس أمام الماركة هربت يعني اختلالية فعلا يعني كان المواجهة عليها صعبة وتراجع لكن هناك من أثبت أنه الشجاعة أنه ما لها علاقة بالعمر لأن اليوم أنت الشجاع يكون عمرك صغير كبير أنت لبيت نداء وكنت صاحب يعني دفاع عن الوضن عن هذه الأرض فعلا يا محمد مقطة مهمة وأيضا نختلاز احنا دائما يعني بعض الأشخاص ما تلتق به بعد المعارك ينقل مثلا يقول لك أنا نقل صورة اليوم يقول والله يا من المام سنة تعرضوا عني يقول مثلا نحن اليوم نذكر مثل أهل البيت عليهم السلام يعني يكون مثلا طولة فد دعم معنوي وما أنه بنفس الوقت ليش نذكر مثلا نذكر مثلا نذكر مثلا شخصة إمام حسين علي السلام الإمام العباس علي السلام فهيختل أيضا فد حافظ للنصر يكون أنت اليوم مثلا من شخصه مثلا البيت عليهم السلام أيضا أنت كفل حافظ لكن النصر كان مثل يقول لك مثل آني كل مثل فصال مقاومة هدف واحد أن نحمل عراق هو هدف الأساسي بالنهاية فعلا أنا اليوم ما يكون مثل يقول الله أن يوم سني شيء عمي لدينا اليوم مثل هم شيء مثل غاية العراق والحمد لله هو النصر تحقق وإحنا اليوم مقتل عزيز أداريز ينطيس مثل تقريباً لعوال الشهداء اليوم مثل نسينا مثل مرات الوزارة تكون اختل عزيز مثل اليوم الدعم لعوال الشهداء مهم يكون مهم جداً لعوال الشهداء لعوال الجرحة أيضاً فهذه إن شاء الله الأم مقتل عزيز أهم شيء مثل إبنها يعني يكون هذا إبنها يكون اليوم مثل قدمة للوطن نازم مثل نحن اليوم الرجل جميل اليوم مثل يكون مثل بزيارة تكون فإن يمكن مثل هدية بسيطة تكون حتى شنو نسكر مثل شهدانه إن شاء الله فعلا يا محمد هذه التفاتة مهمة ونقطة مهمة الله محييك يا محمد العتابي شكراً لك وشكراً لنقاط الأساسية والالتفاتة والأمور المهمة اللي ذكرتها حياك الله وعيد نصر إن شاء الله يعني مستمرين إن شاء الله انت ويانا في كل عيد نصر الله محييك حياك الله يا محمد إذن مستمعين نتحدث عن مسير إعلامي تطورت مع بدء المعركة وبعد أن وظفت جميع الطاقات التي تعلن عن تشكيل خلية الإعلام الحربي من خلال قيادة العمليات المشتركة ومن خلال انطلاق العمليات تم تشكيل خلية الإعلام الحربي اللي ضم 135 مؤسسة وجهة إعلامية ضمت مؤسسات إعلامية جهات إعلامية وكالات إخبارية إذاعات صحف فضائيات افتتاح غرف عمليات مشتركة في الموصل وإطلاق النشرة الموحدة بواقع استمرار مباشر هناك تغطيات انطلقت منذ بدء العمليات وهي قادمون يا نينوى وغيرها شارك الإعلام الحربي والإعلام العراقي تحت مسمى تحالفات الإعلام الوطني هناك مئات من الإعلاميين على مدار أكثر من سنة منهم يعني ارتقى شيء على مدى أكثر من سنوات يعني كانوا هم ملتحقين بالجبهات أيضا مصورين أيضا فنيين أيضا الأبطال بالدعم اللوجستي يعني هناك خلية عمل انطلقت واستمرت من خلال برنامج الصدر القرار اليوم نتحدث عن جهود إعلامية عن تفاصيل عن أمور نفتخر بيها اليوم نذهب لفاصل نعم من خلال من خلال حلقتنا الخاصة اليوم عن يوم النصر ودور الإعلام في تحقيق النصر ينظم معنا الآن ضيفنا الكريم سيادة العميد عبد الأمير حمادي مدير قسم العلاقات والإعلام في فرقة الرد السريع حياكم الله سيادة العميد أهلا وسهلا بديكم سيد ومستمعيكم الكرام سيادة العميد نبارك لنا ولكم عيد النصر وأنتم جزء كبير من هذا النصر نبارك لشعبنا ولعوائل الشهداء والجرحة ولتافة أفراد قواتنا المسلحة والأجل الأمنية بهذا الانتصار بالذكرى الخالدة على دحر أصابات الأرهاب نهلا وسهلا بكم نعم سيادة العميد اليوم نتشرف باستضافتك من خلال ذاعة القوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة اليوم حديثنا عن دور الإعلام في تحقيق النصر الإعلام تخطى نصف المعركة دوركم كقوات كانت تشارك ومتواجدة ميدانيا كيف كنتم يعني تتعاملون في نقل المعلومة كون المعلومة هي كان نقلها أمر خطر وكيف انتصرت المعلومة على الماكنة الإعلامية لداعش نعم كان للإعلام دور كبير في تحقيق النصر المؤذر على أصابات الأرهابية نعم من خلال نقل المعلومات الحقيقية والصحيحة والدقيقة عن انتصارات قواتنا الأمنية كذلك في الرد على أعلام العصابات الإرهابية نعم من خلال مشهوراتهم كذلك كان الأعلام الأمني والأعلام الحر نعم صفا واحدا مع قواتنا الأمنية قرب السواتر ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب ومن نقل أحد المنتسبين الذي أصيبه كان دور كبير جدا في معاركنا ضد العصابات الأرهابية وخاصة خلية الإعلام الحربي في حينها كانت حاليا خلية الإعلام الأمني نعم كان يعطون الأخبار المضللة للأصابات الأرهابية بمعاونة ومساعدة قوات الأمنية كذلك كانوا يردون الإشاعات التي تنطلق من تلك الأصابات ويرمون المنشورات التي تساعد وتطمئن العوائل الذين تحت سيطرة الأصابات الأرهابية نعم سيادة العميد لطالما كانت ولا زالت فرقة الرد السريع هي قوة ضاربة متمثلة بوزارة الداخلية اليوم مع الوزير الداخلية هناك خطط أيضا مضوعة لهذه الفرقة المهمة وبطولات الرد السريع ستخلدوها دائما إعلاميا في السنوات واليوم نحتفل في عيد النصر نعم هناك برامج وحلقات خاصة بانتصارات قوات الأمنية ومنها فرقة الرد السريع أيام التحرير والأيام حاليا في مقارعة أصابات الجريمة المنظمة وحل النزاعات العشائرية وضبط المناطق الرخوة نعم كانت ولا زالت دور للقوات الأمنية ومنها فرقة الرد السريع نعم دور كبير في ضبط الأمن وفرض هيبة سلطة القانون نعم هناك مشاركة مهمة وتواجد كبير من خلال فرقة الرد السريع في تحرير مناطق كثيرة اشتركوا مع أخوتهم في السلاح الحديث عن محاربة العصابات الإرهابية وبجانب آخر السيطرة على الجانب النفسي وما يحبط معلويات المقاتلين كيف كنتوا تواجهون إعلاميا سيادة العميد نعم كنا نساعد الخنوات الفضائية المحلية والأجنبية التي تزور قاطع فرقة الرد السريع في نقل الحقيقة واللقاء مع الضباط والمتسبين كانت هناك بعض الحلقات الترفيهية المقاتلين من خبل بعض الأساتذ الفنانين العراقيين هناك بعض التنظيمات والتجمعات الاجتماعية والفنية التي تدعم المقاتل نفسيا وتعطيه الزخم المعنى والعالي في تصديل الأصابات الإرهابية نعم سيادة العميد في سؤالا للأخير اليوم لفرقة الرد السريع لأبطال الرد السريع هناك شهداء وهناك رسالة نصر كيف تختصرها لنا كيف تصفها لنا كيف هي رسالتكم للاستمرار في أداء مهامكم ونستذكر شهداء الرد السريع لأبطال نعم أن الاستقرار الأمني الحالي وحرية المواطنين في التبضع والانتشار في مراطقهم نعم ومزاولة أعمالهم وخروجهم إلى الحدائق إلى ساعات متأخرة من الليل هو هذا الحقيقة هو هذا النصر هذا حصاد النصر حقيقي نعم هو هذا الجهود التي ذهبت من أجلها الدماء الذكير مشاهداءنا الأبطال نعم ونقول لعوائلهم لو لا أولادكم شهداء وجرح الأبطال لما تحقق هذا الأمن والاستقرار في ربوط وطننا الغالي نعم سيادة العميد عبد الأمير حمادي مدير قسم العلاقات والإعلام في فرقة الرد السريع كنت معنا ضيفا نتشرف بك سيادة العميد من خلال إذاعة القوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة شكرا لجنابك شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة دور الإعلامي في تحقيق النصر لازمنا مستمر مع ضيوفنا الكرام ينضم على الآن الصحفي والكاتب ونائب رئيس مركز القمة للدراسات وكذلك المحل الأمني الأستاذ قاسم الغراوي حياك الله أستاذ وشرفتنا اليوم نتشرف في استضافتك من خلال إذاعة القوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة مرحبا بكم حياكم الله وحيا الله القناة والعملية فيها وجمهوركم متابعين وحيا الله القوات المسلحة وألف ضبط لهذه المناسبة التي تعد ملحة بطولية سجلها أبطالنا في الجيش وحيا الشعبي في مرحلة رائعة على مر السنين في بطوة المسلحة أستاذ قاسم اليوم دوركم مهم وكبير كونكم صحفي وكاتب ونائب رئيس مركز القمة للدراسات اليوم الحديث كجانب مهم سألخص سؤالنا الأول عن دور الإعلام اليوم كان دوركم أساسي في كتابة المقالات وغيرها واللقاءات من خلال الفضائيات والقنوات والوكالات حدثنا عن أهمية دور الإعلام العراقي في تحقيق النصر من زوايا معينة مختلفة نعم الحقيقة حتى ندخل في مسئة الإعلام نجد أن نتذكر فتوى الجهاد الكفائي السيدة السستاني فلولاها لما وصلنا وصلنا إليه الآن من النصر والتحقيق ملحمة بطولية وجودية تخص بطل العراق فاضع الأشعب العراق في مواجهات مع داعش المجرمة داعش التي عاتت فسادا ودمرت البلد تحت ودمرت الحرس والنسل في العراق والحقيقة تعد هذه الفتوى بطبيعتها من المواقف التي جسدتها المرجعية حينما استقرأت الوضع الذي مرضيه العراق حين ذاك وبالتالي كانت وجود تنهاض الشباب والمتعبعين لحماية العراق طبعا الإعلام الحقيقة لدور أكيد يعني واسع ومهم في هذه الملحمة وهو يسير جنبا إلى جنب مع قوتنا المسلحة الأمنية وسندها وطهيرها الحجد الشعبي يعني أستاذ قاسم تسمعنا التركيز إعلاميا التركيز إعلاميا على الفتوى هو ما أسهم في نقلها كرسائل ملهمة وأصبحت منتشرة ما بين يعني المتلقين مثلا نعم الحقيقة كافة تخصصات من المناسبة وشبكة وغلد اهتبارها من قلب المسلحة وعليات وأيضا الصف وفائد المحلجات ومشاطات الأدبية والثقاف كلها الحقيقة في هذا المجال نعم سيد قاسم نعم نعم سيد قاسم فيما يخص سؤالنا في المحور الثاني تغطية الانتصارات من خلال الإعلام العراقي هل لكم مشاركة تتحدث عنها من خلال تغطيات معينة من خلال الندوات المهمة التي نقل الثقافة المعركة نقل الثقافة الفتوى المباركة ندوات تخصكم دراسات ربما مقالات عن هذا الموضوع نعم الحقيقة صحيح المحل السياسي الحقيقة دعمنا المعركة بما نكتبه من مقالات وعندها ثابتة يوميا ولقاءات مع شخصيات أمنية وشخصيات لا حضور في أسلاح في المواجهة مع داعش وأيضا هناك بحوط ودراسات وكالندوات اسبوعية مطرح فيها وسط نظرنا كمحللين سياسيين ورؤيتنا للمواجهات التي حدثت بين القواتنا الأمنية المسلحة والحجد الشعبي وبالتالي تلكنا رؤية ودراسة لهذه المواجهات وبالتالي سهلنا في نشر الوعي بين الجمهور وحس الشباب والناس لهذا الحضور والتطوع والدعم اللوجستي والتواجد في الخطوط الخلفية والأمامية وتهيئة كل ظروف ومسلزمات النجاح هذه المعركة الحاشبة طيب استاذ قاسم اليوم دور المحلل السياسي وربما المحلل الأمني الشامل هو ينقر رسالة وربما يتم الأخذ بها من قبل فئات كبيرة من المجتمع اليوم نحن يعني ننظر لكم كنتوا تحللون الواقع بشكل عام تحليلك للجانب الأمني وما بعد تحقيق النصر من خلال الإعلام الإعلام هو نصف المعركة ويتعداها أيضا يعني كيف تحليلك لهذا الجانب حاليا يعني الجانب الأمني العراق الانتصار على الماكنة الإعلامية وغيرها في صناعة الأحداث والتكهير ونقل الرسائل وبالتالي زراء الأشكار في أقول الناس باتجاه المعركة وتحقيق النصر في هذا الجانب كمحلين سياسيين وفي محللين أمنيين اتقال مع القاتلانية مع القوات الأممية وعلى تحديد شعري تصل إلى المعلومة الحقيقية وبالتالي تحقيقهم في ذلك نعم مستاذ قاسم السؤال الأخير الرسالة الحقيقية للنصر كيف تصفها لنا وأرجو أن نتغير مكانك حتى نسمعك شوي أكثر نعم الحقيقة رسائل الأمنية أو رسائل التي يمكن نوجهها رسائل النصر اليوم التي نوجهها أو حضرتك توجهها نعم 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 هذه المناسبة وهي ملحة للشعب العراقي بمباركة الفتوى الجهاد الكفائي وهي تحقيق صفحة مشرقة للشعب العراقي الذي معروف عنه بطولاتي وتضحياتي من أجل أزة العراق واستقلال العراق واستقلال العراق أيضا في مواجهة كل التحقيق التي يتواجهها واجهها العراق بحيث يقف الجميع مع القوات المسلحة والحجد الشعبي نعم تفاق العراق نهني القوات المسلحة والحجد الشعبي ونهني الشعبي العراقي بهذه المناصبة نحن على أزهد نقيم في الدفاع عن مقدسات العراق كذلك نحن اليوم نهنقكم أستاذنا العزيز اليوم نهنقكم كون أنتم جزء كبير جزء كبير مهم أنتم الله يحفظكم الصحفي والكاتب ونعب رئيس مركز القمة لدراسات وكذلك المحل للأمن والسياسي الأستاذ قاسم الغراوي كنت معنا ضيفا من خلال برنامج صاد القرار من إضاعة القوات المسلحة حياك الله أستاذ وشكراً إليك حياك الله أهل و السلام يا مرحب شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة تحية الله استاذ فاق منورنا ومشاركنا الله يحفظك يا رب استاذ فاق اليوم الله يعزك اليوم ردي أسمع منك تاني يبي يوم النصر وتتحدث لنا عن دور الإعلام في تحقيق النصر والله يعجز يعجز اليوم والإنسان شون ما يقدر شون ما نقول مثلا كلمة العلم هي كلمة العلم ضحر شون ما تقل شون ما تقصص ليها ما تقصلي حقا اليوم يعجز الكلمات والأحرف وكل القافيات وكل السلامة العجبة وكلمات اللي شعرها عن يعني أعطاك الشيء نبدأ بسيطة من دماغ هذه الأفضل ونهن أخواتنا أخواتنا بيبسلت القوات المسلحة من كافة الصناعة وكافة واليوم يا فاق أقاطعك بالخير نريد تانية للإعلاميين اللي حققوا النصر من خلال تعديتهم لواجبهم أيضا اليوم الإعلاميين يعني هم هم الجزل بين قلتهم الجزل أكبر الدبوا والحماس في قلوب العالم نعم والرسال العالم للعراق يعني حاجز يعني هذه النظيمات الغرهابية واللي يقول للعراق حارب بس أرضي الداعش لغلطان يعني اليوم أنا من إسهان الجرحة وشفت بعين بقى عرض الواقع ما كفل يعني شي في تفاق معين منهم الأفغاني الباكستاني ويعني التنظيمات كثيرة نعم يا فارق الله يحظ لك إحنا اليوم نحتفل بعيد النصر ونبارك لك ونبارك لنا هذا العيد وإن شاء الله أنت حاضر ويانا بكل حلقة شكرا لك يا فارق حياك الله الله يسلم حياك الله من بعد نصر إن شاء الله يا رضا الله معمين اتصال آخر ألو سلام عليكم اتصال آخر ألو سلام عليكم ألو سلام عليكم اتصال آخر انقطع الاتصال إذن مستمعينا وجميع من يتابعنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة وصلنا إلى ختام برنامج صدى القرار الحلقة الخاصة التي انفردت عن دور الإعلام في تحقيق النصر هناك حلقات أخرى سنتحدث من خلالها تغطياتنا مستمرة ليوم النصر سنحتفل معنا ومعكم في الأبطال وهم أبطال النصر والتحرير اتقبلوا تحياتي أنا رغد الحسني في الإعداد والتقديم في الإخراج المري ولذاعي الأستاذ الزميل علي عماد ننتظركم أو انتظرون إن شاء الله في حلقة قادمة مع السلام